السلام عليكم هنوضح لكم في الفيديو ده دراسة جدوى دقيقة لزراعة فدان من الفصولية وهنحسب معكم جميع التكاليف والمصاريف اللي بيحتاجها فدان الفصولية من اول تجهيز الارض للزراعة لحد عملية الحصاد وكمان هنقول لكم على انتاج الفدان بيكون كم كيلو وهنعرف متوسط سعر كيلو الفصولية وهنعرف ازاي هنكسب 15 الف جنيه من زراعة فدان من الفصولية في خلال 3 شهور فقط قبل ما نعرف دراسة الجدوى لو انت مهتم بمجال الزراعة ومهتم بزراعة الفصولية بالاخص تقدر تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اللي بنزلها عن الفصولية وعن الزراعة وهنزل فيديو عن تسميد الفصولية وهسيب ليكم كل فيديوهات زراعة الفصولية في صندوق الوصف تقدر تسمعهم وهتستفاد بمعلومات مهمة عن زراعة وإنتاج الفصولية الفصولية من المحاصيل البوكولية اللي بتسبت الأزوت الجوي فيه التربة وبنزرع الفصولية في جميع أنواع الأراضي مع عدل أراضي الملحية والأراضي المصابة بالنيماتودة الفصولية تعتبر من أهم محاصيل الخضر التصديرية وبيكون الطلب عليها متزايد في أسواق الاتحاد الأوروبي قبل ما نعرف دراسة الجدوى عاوزين نعرف موعيد زراعة الفصولية في مصر الفصولية بنزرعها في مصر في عروتين العروة الصيفي والعروة الشتوي أو النيلي العروة الصيفي بتنزرع من منتصف شهر 2 لحد منتصف شهر 3 ده بالنسبة لواكه بحري وواكه جبلي بيزرع جبل وكه بحري ب 15 يوم أما بالنسبة للعروة الشتوي فبنزرع الفصولية من أواخر شهر 8 لحد منتصف شهر 9 ولازم نخلي بالنا من موعد الزراعة ونختار المعادل المناسب علشان ده يعتبر من أهم عوامل نجاح زراعة الفصولية وهيترتب عليه نسبة الإنبات ومعدل الإنتاج بعد كده يلا بينا نعرف دراسة الجدوى وفي آخر الفيديو هقولكم على بعض الملاحظات عن دراسة الجدوى وهسيب رقم الموبايل لو حد محتاج تفاصيل أكتر عن زراعة وإنتاج الفصولية أول حاجة بنعملها علشان نزرع الفصولية إننا بنحرط الأرض ونجهزها للزراعة وتكلف التجهيز فدان الفصولية للزراعة هتكلف حوالي 700 جنيه وبعد ما بنجهز الأرض للزراعة بنبدأ نحضر التجاوي اللي هنزرع بيها فدان الفصولية وفدان الفصولية بيحتاج حوالي 50 كيلو من التجاوي هنفرض سعر كيلو التجاوي هنجيبه ب22 جنيه يبقى 50 كيلو في 22 جنيه هتعمل معنا 1100 جنيه 1100 جنيه هتكون تكاليف التجاوي لفدان الفصولية وبعد ما بنجهز التجاوي بنبدأ بعد كده نزرع الفصولية وفدان الفصولية هيحتاج حوالي 5 أنفار للزراعة هنضرب النفر في 100 جنيه يبقى هياخد 500 جنيه تكاليف الزراعة وأفضل طريقة لزراعة الفصولية هي السلسبة وهتوفر معنا في العمالة وممكن كمان نستخدم البلانتر في الزراعة ولكن زراعة فدان الفصولية مش هتتعدى معنا 500 جنيه بعد ما بنزرع التجاوي بعد كده بندخل على عملية العزيج وفدان الفصولية بيتم عزجه مرتين كل عزجة هتاخد 5 أفراد في 100 جنيه هتعمل 500 جنيه يبقى تكاليف العزيج لفدان الفصولية هتكون حوالي 1000 جنيه وممكن نضيف مبيت حشائش مع الزراعة هيوفر عليك تكاليف العزيج يبقى احنا كده حسبنا لحد دلوقتي 700 جنيه تكهيز الأرض للزراعة وحسبنا 1100 جنيه تجاوي للفدان وحسبنا 500 جنيه تكلفة زراعة تجاوي فدان الفصولية وحسبنا 1000 جنيه تكلفة العزيج لفدان الفصولية هندخل بعد كده على عملية التسميد للفصولية والتسميد بيختلف من أرض للتانية وحسب طبيعة التربة ولكن فدان الفصولية في المجمل بيحتاج حوالي 20 متر مكعب من السماد البلدي وبيحتاج لأربع شكاير من الصوبر فوسفات وكمان بيحتاج لأربع شكاير من سلفات النشادر وكمان بيحتاج لشكرطين من سلفات البوتاسيوم ودي كلها الأسمدة اللي بيحتاجها فدان الفصولية وتكلفتها هتكون حوالي 3000 ونص وبالنسبة لعملية الرش فالرش هيكلف معنا حوالي 3000 جنيه هيكون عبارة عن رش مبيدات حشرية ورش مبيدات فطرية ورش مغزيات وعناصر النبات هيكون محتاجها بعد كده هنحسب معكم 1000 جنيه هتكون تكلفة الري زائد لو فيه عامل مسؤول بيجوم بعملية الري الفدان الفصولية إجباحنا حسبنا 3000 ونص تكلفة التسميد و3000 جنيه تكلفة الرش و1000 جنيه تكلفة الري آخر حاجة فضلة معنا وهي عملية الحصاد وحصاد فدان الفصولية هيكلف معنا 1200 جنيه وهيكون عبارة عن أنفار هتكون بتقطيع الفصولية وبعد كده هتكون فيه أنفار بتكون بعملية الدراس ودي تعتبر الدراسة اللي قلنا عليها وجميع التكاليف اللي بيحتاجها فدان الفصولية عاوزين بعد كده نجمع المصاريف اللي قلنا عليها دي كلها ونعرف فدان الفصولية هيكلف معنا مبلغ كان هنحسب 700 جنيه تكهيز أرض زائد 1100 جنيه تجاوي زائد 500 جنيه زراعة زائد 1000 جنيه عزيج زائد 3000 ونص تسميد زائد 3000 جنيه رش زائد 1000 جنيه ري زائد عامل مسؤول عن الري زائد 1200 جنيه حصاد ولو جمعناهم كلك هيعملوا معنا 12000 جنيه 12000 جنيه هتكون تكلفة زراعة فدان من الفصولية وبعد ما حسبنا المصاريف عاوزين نعرف الانتاج والسعر اللي هنبيع به الفصولية فدان الفصولية بينتج من 1 طن لتنين طن الفصولية البيضة في ناس وصلت عندها الانتاج لتنين طن وناس تانية برضو الانتاج بيكون ضعيف وبيكون 800 كيلو ولكن لو صرفت على فدان الفصولية زي الدراسة اللي قلنا عليها والأرض اللي انت زارع فيها الفصولية كانت خصوبتها عالية فانت هتقدر تاخد أكتر من طن ونص من الفصولية يوجد فدان الفصولية بينتج من 1 لتنين طن هناخد المتوسط وهنفرد الفدان هيجيب عندك 1.5 طن بعد تنفيذ برنامج تسميد ورش صحيح يبقى احنا عاوزين نعرف سعر الفصولية اللي هنبيع به والسعر بيتراوح من 15 ل 20 جنيه وبعد السنوات السعر بيرتفع ويوصل ل 25 جنيه بس لو كان العرض ضعيف والعرض محدود في السوق يبقى هناخد المتوسط بتاع السعر اللي هو من 15 ل 20 وهيكون 17.5 يبقى هنفرد هنبيع كيلو الفصولية من الأرض ب 17.5 يبقى 1500 كيلو في 17.5 هتعمل معنا 26250 جنيه هنضيف عليهم 750 جنيه تمن التبني بتاع الفصولية لما هنبيعه وتبني الفصولية من أجود أنواع التبني وبيكون عليه طلب متزايد في السوق هنبيعه ب 750 جنيه يبقى لو حسبنا 26250 زائد 750 هتعمل معنا 27000 جنيه صافي البيع من فدان الفصولية هننزل من ال 27000 جنيه 12000 جنيه اللي هي تكاليف ومصاريف زراعة فدان الفصولية يبقى 27000 ناقص 12000 هتساوي 15000 جنيه صافي ربح من زراعة فدان الفصولية ودي كانت دراسة الجدوى كاملة لزراعة فدان من الفصولية البيضة ولكن فيه كم ملحوظة مهمة عاوز أو أضحهم عن الدراسة اللي قلنا عليها ديت وأول حاجة إن الأرض اللي هتزرع فيها لو أرض إيجار فإحنا هنخصم وهننزل من مكسب 15000 جنيه تكلفة إيجار الأرض والفصولية بتقعد لمدة 3 شهور في الأرض فتكلفة الإيجار مش هتكون عالية والملحوظة التانية إن تكلفة فدان الفصولية ممكن تختلف من مكان لمكان تاني وده بيرجع لعدة عوامل زي أسعار المبيدات وأسعار الأسمدة وأسعار العمالة اللي في الأرض وأسعار المعدات وممكن فدان الفصولية يكلف أكتر من 12000 جنيه في بعض المناطق والمحافظات ومناطق تانية ومحافظات تانية التكلفة بتكون أقل من 12000 جنيه والملحوظة اللي عاوز كل الناس تاخد بالها منها إن التقلبات الجوية ودرجة الحرارة والارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة بيكون ليه عامل رئيسي في التأثير على إنتاج الفصولية لأن ده بيأثر على مرحلة التزهير وبيأثر على نسبة التلقيح والإخصاب فبالتالي الإنتاج ممكن يقل بسبب درجات الحرارة بس أنا حبيت أعمل دراسة الجدودية علشان أنوه المشاهدين عن زراعة الفصولية وإزاي إن الفصولية من الزراعات المربحة وإن ما فيهاش مخطرة وأغلب الناس اللي زرعت الفصولية بتطلع منها بحججة أرباح ما فيهاش خسائر غير لو كان الإهمال من المزارع وكمان الفصولية بتخلي الأرض خصوبتها عالية وإنها دورة زراعتها بتكون سريعة وبتبعد في الأرض لمدة 3 شهور فقط وبالنسبة لو فيه أي حد ناوي يزرع فصولية أو عنده أرض زراعية مصة صلحة أو أرض صحراوية وعاوز يزرع محصول الفصولية يقدر يكلمني على الرقم 011-42-31-81-05 يتصل فون أو يتواصل عن طريق الواتس وده رقمي مهندس إهاب التمامي بالتعاون مع مجموعة من الدكاترة والمهندسين الزراعيين بنقدر نروح لحد عندك ونشوف الأرض اللي أنت عاوز تزرع فيها وبنشوف متطلبات الطربة من الأسمدة وهنزرع معاك الفصولية وهنطبق برنامج تسميد وبرنامج رش للفصولية والتطبيق بيكون حسب طبيعة الأرض وهنزرع الفصولية وهدفنا الأول معاك أننا نحجج إنتاج عالي وجودة عالية من محصول الفصولية وهسيب رابط تليفون الواتس الرقمي ده في سندوق الواتس لو أنت ناوي تزرع فصولية بمساحة كبيرة تقدر تضغط على الرابط وتتواصل معايا عن طريق الواتس